أحطى وزير الداخلية الأمركزية رفقة وزير الزراعة ومفوضة الأمن الغدائي اليوم من ساحة المطار القديم إشارة انطلاق عملية نقل المزارعين إلى أماكنهم الأصلية لمساولة نشاطهم الزراعي وقد تم إقرار جدولة لتفويج المزارعين حسب الولايات ويشمل الفوج الأول من المزارعين ولايات البراكنا، تريرزا، أدرير، تيرزامور، قدماغا، وإنشيري أزيد من خمسة آلاف مزارعين تم تسجيلهم على مدى أسبوع ضمن الفوج الأول من المزارعين العائدين إلى مواطنهم إذانا ببدء الحملة الزراعية للعام 2022-2023 وذلك وفاء للأهد الذي قدمه رئيس الجمهورية خلال خطابه بقرية ديكراير التابعة لمقاطعة تامشك قسمات وجوه المزارعين وتوافدهم على مراكز التسجيل والنقل ينبئ عن استعداد وحماس للإسهام في إنجاح الحملة الزراعية لهذا العام لأجل النهوض بالقطاع الزراعي وتوفير اكتفاء ذاتي للبلد ماشينا في هذه الحملة يبرك لنا وإلى المسلمين قائسين بيد اقتصادنا إنه اللي راد الله جاء الوقت عدنا ماشينا له والركوب الحمد لله شكرا الدولة رئيسها شكرا المفوضة على هذا الاهتمام اللي اهتمت بالمواطنين هو أول مرة نشوفه مهتمة وترفضنا وعاطيتنا عناية زراعتنا جهات مختلفة تشارك في هذه العملية لضمان سيرها حسب الاستراتيجية المرسومة لها عناصر الامن المدني كانت حاضرة في عين المكان والطاقم الصحي أشرف على تلقيح بعض المزارعين المغادرين والتأكد من تلقيح البعض الآخر هذا إضافة إلى توزيع الناموسيات المشبعة حرصا على سلامة المزارعين وتوفير الباصات من طرف اتحادية الناقلين طاعة وزير الداخلية إشارة انطلاقة عودة المزارعين إلى أماكنهم الأصلية من أجل المساهمة في إنجاح الحملة الزراعية اللي أعلن رئيس الجمهورية فخامة رئيس الجمهورية في ولاية الحوض الغربي مقاطعة تام شكط على أن الدولة ستتحمل تكاليف عودة المزارعين الراغبين في المشاركة في الحملة الزراعية في ظروف مرضية أظن بعد أسبوع أننا قد نقوله اليوم على أن المزارعين يرجعوا في ظروف مرضية بلقاعة فوق ما كانوا يتصورون ونين تقارنوا ذا اللي كان أصلا يعدل المزارعين في عودتهم وعلى اللي يعدل لهم حالا نعرف على أنهم شاووا في ظروف جد مرضية بل ممتازة لأنهم شاووا في باصات مكيفة ومشاووا في ظروف جيدة وامتعتهم ارتفتت معاهم قطاعات مختلفة تشارك في الحملة الزراعية للعام 2022-2023 تعطي صورة ناصعة عن الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لضرورة مواصلة الجهود حتى تتحقق نهضة زراعية تؤمن اكتفاء ذاتيا من الغذاء في ظل تقلبات عالمية تدفع إلى الاعتماد على النفس في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر